شو صار اليوم من الثماني الصباح للثماني المساء بدي هلأ غارة ببرجة يا شبابة بدي هلأ غارة ببرجة وسع جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتدائته على لبنان ودخلت مناطق جديدة سجل المجازر والغارات لأول مرة نفذ الاحتلال الغارة على برجة بساحل الشوف قتلت أربع أشخاص وجرحت أربعة عشر هلأ لمنطقة دار بلا ولأول مرة كمان أغار الطيران الاسرائيلي على دار بلا بالباترون واستهدف مبنى فيه ناس حين نجرح فيه كذا شخص أما بكسروين فاستهدف الاحتلال للمرة التالتة لمعايصرة بغارة جديدة قتلت خمس شهداء وجرحت أربعة عشر شخص بالنباطية استشهد لمصور حسين صفا بغارة عمايفادون ليصير عدد الإعلاميين الشهداء سبعة من 8 أكتوبر 2023 أصدرت وزارة الصحة حصيلة جديدة للعدوان 2255 شهيد 10,524 جريح كما أصدر الاحتلال اليوم بيان تهديده إخلاق لسكان 22 ضيعة بجنوب لبنان توزعت بأقضية صوره وبنت جبال وجزين ومرجعيون وحاصبية وكفى الاحتلال تهديداته لفرق الإسعاف والإنقاذ وهالمرة بشكل رسمي اتهمة أنه عم تنقل أسلحة ومؤاتلين من حزب الله ليبرر أي اعتداء جديد على هيد الفرق سياسياً سيئ رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف طيارته على لبنان بنفسه عمل جولة بالضاحية والتقى بمئاتي وبري وأكد على وقوف النظام الإيراني مع لبنان وحكومته وشعبه بمواجهة العدوان إنه قابل عقد حزب القوات اللبنانية مؤتمر تحت شعار دفاعاً عن لبنان تمسك فيه بالقرارات الدولية 1559 و1680 و1701 وأكد أنه التوصل لو قف اطلاق النار بيتطلب انتخاب رئيس بيتعهد بتطبيق هيد القرارات الدولية ترجمة نانسي قنقر